دعوة الطرف الصحراوي الملحة والعاجلة إلى مجلس الأمن تترخص في أنه الآن ندخل سنة ثلاثين على توقيع على انتشار بعثة الممتحدة بالتالي مصادقة الطرفين المغرب وجوهر البوليساريو تحت لوال الممتحدة على خطة تسوية خطة تسوية تقتضي مسألتين الأول تنظيم السفتاء لتقرير مصير شعب الصحراوي لإنهاء مشكلة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكن شعب الصحراوي من معارض الحق وغير قابل التصرف في أن يقرر مستقبل بلده النقطة الثانية هي وقف اطلاق النار من أجل تهيئة الظروف لتنظيم هذا الاستفتاء ما حصل أنه يعني عبر هذه الثلاثين سنة هذه المنصرمة ما تم القيام به هو الحفاظ على وقف اطلاق النار بينما يعني أهمل المسألة الجوهرية التي هي تنظيم استفتاء لتقرير المصير نحن نعتقد أنه الوقت حان لتدارك كل هذا الزمن الضائع والتركيز على تنظيم استفتاء لكي يقرر الشعب الصحراوي مرة واحدة وإلى لبد مصيره لكي يحدد الوضع القانوني النهائي للصحراء الغربية كبلد غير مستقل ذاتيا وإنها حالة الاستعمار هذه وعلى هذا الأساس يتطلب الموقف الحازم والعاجل أن مجلس الأمن الدولي يتحرك باتجاه فرض على المغرب أن نعود إلى السير في مخطط تسوية الأول الأصلي لأنه هو الطريق الصعيب والطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله الوصول إلى تسوية سلمية سياسية وهذا ما يمكن أن ينهي هذا الخلاف أما الاستمرار في السكوت على المغرب لكي تسترجع الأمم المتحدة مستقيدها ولكي تسترجع التزامها باتجاه الشعب الصحراوي عليها أن تضغط بشكل جدي باتجاه تقرير المصير نحن للأسف لا يشجعنا على الأساس التقرير الذي قدمه الأمم العام لمجلس الأمن الدولي لأنه لا يكشف عن الحقائق كلها على الأرض خاصة ما يتعلق بانتهاكات المغرب لحقوق الإنسان ولنهب الثروات ولتهريب المخدرات ولانتهاكات وقف اطلاق النار ولبقاء على ثغرة القرقرات غير القانونية مفتوحة وللتنكيل بالمواطنين الصحراويين ولبقاء على المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية كذلك حملات القمع والحصار في المنازل التي يطبقها النظام المغربي هذه الأيام كل هذا يتطلب أو يستحق الإدانة الصريحة من مجلس الأمن ويستحق من تقرير الأمين الأمن المتحدة كشف وفضح وهذا للأسف ما لم يذهب إليه الأمين العام المتحدة في تقريره نتمنى أن يتدارك أيضا مجلس الأمن الدولي كل هذه الأخطاع وكل هذا التلكؤ وكل هذه الغياب تماما عن حقيقة الأوضاع في الصحراء الغربية لأن بعثة الأمم المتحدة في الإقليم المينورسو صمى عمية بكمة وبالتالي الأمم المتحدة عليها أن تراجح حساباتها في الصحراء الغربية إذا ما أريد لهذا المشكل أن ينحل بصورة نهائية وإذا ما أريد لهذه المنطقة أن تتخطى كل هذه الأمور التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة نحن منذ سنوات نسعى إلى وضع الأسس والقواعد والمنشآت الدرورية والبحث عن كل الوسائل والصيغة التي نعمر بها هذه المناطق المحررة هي مناطق شاسعة مناطق مهمة ومناطق أيضا متنوعة من حيث المناخ ومن حيث البيئة الجغرافية وبالتالي فيه إمكانيات للتعمير وفيه إمكانيات لسير الحياة المدنية بشكل طبيعي ونوفر فيها كل ما نستطيع من الخدمات خاصة ما يتعلق بالتعليم بالمدارس وبالمستوصفات أو المراكز الصحية وبالمياه وبالمنشآت الضرورية لسير الحياة وتسهيل أيضا كل ما يمكن للمواطنين في هذه المنطقة أن يسيروا بها شؤونهم وحياتهم الخاصة نحن نعمل في هذا الاتجاه على أن تكون المناطق المحررة تستفيد من هذا الوقت الذي ننتظر فيه الحل النهائي والعادل لمشكلة تصفية الاستعمار من بلادنا عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير وبالتالي تستمر هذه الجهود تتطلب الكثير من الإمكانيات في مقدمتها التمويل وتتطلب كذلك السعي إلى القيام بأولويات منها بالخصوص البحث عن المياه وإقامة المنشآت الضرورية للحياة المدنية في هذه المناطق نعم انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي تتطلب حقيقة جهد دولي كبير سواء من خلال المتابعة من خلال المرافقة بواسطة المراقبين الذين عليهم أن يذهبوا إلى المنطقة ويعينوا لما يحدث هناك الصحافة الدولية شيء مهم جدا ولكن بالخصوص تمكين المينورسو التي هي بعثة الممتحدة لاستفتاء في الصحراء الغربية من مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية هناك تحدث حقيقة انتهاكات صارخة انتهاكات يندى لها الجبين متابعة المواطنين قمعهم هتك حروماتهم محاصرتهم في الشوارع وفي الأزقة وحتى في المنازل رفع صوت الشعب الصحراوي الرافد للسعباد والسيطرة والهيمنة والاحتلال المغربي ثم كذلك فرض أحكام قاسية وقاسية جدا تسير إلى المؤبد هناك إخوان وأخوات محكم عليهم بالمؤبد هناك إخوان محكم عليهم بثلاث سنة بخمسة وعشر سنة بعشر سنوات وكل ما دون ذلك ويوجدون في السجون في أعضاع سيئة للغاية لماذا؟ فقط لأنهم ينادون ويطالبون بما تنادي به الأمم المتحدة وتطالب بقرارات الأمم المتحدة الذي هو تمكين شعب الصحراوي ممارس حق في تقرير مصير